اهلا بكم مشاهدين وهذه الحلقة الجديدة من بيت القصيد شاعر هذه الحلقة أكلت الغربة سنين وجعه وأبدلته بها قصائد لا تزال شاهدة على وطن لا تتساقط أوراقه من الذاكرة إنه الوطن الذي يتوق إليه أبناؤه ولا ينسونه ساعة من نهار شرب من ماء سوريا حتى ارتوى ولا يزال أثر هذا الماء حاضرا في قصائده وإن بلون الدمعة معنا في الأستوديو هنا الشاعر السوري الأستاذ محمد أحمد الزين أو كما يحب أن ينادى أبو ربال حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد بارك الله فيك أستاذ مصطفى أشكرك على هذه المقدمة الرائعة ولك مني كل التحية شكرا لك أبو ربال على تشريفك لنا في بيت القصيد في البداية حدثنا عنك قليلا بما تحب أن نعرفه بشكل موجز لك دقيقتان لا بأ استفضل أبو ربال محمد أحمد الزين ولدت في حلب في سوريا في بيئة دينية والدي الشيخ أحمد الزين رحمه الله علمني العربية والقرآن ثم قذف بي إلى الثانوية الشرعية ثانوية دار نهضة العلوم الشرعية في حلب وكانت مدرسة داخلية وفيها تعلمت ما كان ينقصني من اللغة والقرآن وعلوم الدين والتفسير والنحو الحديث وإلى آخرين والحمد لله ثم بعد أن انتهت الثانوية سجلت في جامعة دمشق في قسم الفلسفة من السلام نعم وتخرجت في عام 1986 جميل ثم أخذتني الدنيا في من أخذت الدنيا تأخذ الكثير نعم وتلهي الكثير نعم والتهيت كنت أكتب بعض القصائد منذ الصغر ولكنني وقفت لفترات طويلة ثم أعدت رجعت إلى كتابة الشعر ولكنني بعد أن غادرت السورية كتبت بشكل مكثف وأصبح الإنتاج يختلف يختلف كما ونوعا والحمد لله كما تراني الآن الغربة محبرة الشاعر وكذلك الوجع يتدفق من قلبه قصائد يعني تنير للسابلة ولمن يعبرون طريق وقصص هذا الشاعر يتعرفون من خلالها على أماله على آلامه هذا الجانب المشرق من الوجع ربما كان يا أبو ربال أليس كذلك؟ نعم نعم هناك أشياء لا تعقلها إلا في الغربة هناك أمور تبدو لك عادية ولكنك عندما تكون في الغربة تنبت لها أشياء لا تستطيع أن تتفيلها هذا يحدث معنا بشكل يومي تقريبا نحن بعد أن غادرنا سوريا أحسسنا وكأننا نبات اقتلع من الأرض يا الله ولكننا صمدنا والحمد لله صمدنا ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى بلادنا السالمين اللهم أمين الكثير من الأخلاق لا يظهر معدنها السقيل إلا في الغربة حينما يقع الإنسان تحت اختبار إجباري هذا صحيح هذا صحيح ومرت معنا أمور لا نستطيع أن نذكرها ولكن بانت بعض المعادن على أصلها وكذلك الرجال مفاتيح نعم أو صناديق مفاتيحها التجارب التجارب ويقال السفر يفضح الإنسان والغربة تفضح الإنسان تفضح أخلاقه فإن كان طيبا زادت طيبته وإن كان سيئا زاد سوءه والغربة كذلك تفضح الشعر لكنها فضيحة حميدة وإن كانت تفتق ما بداخله من آلام إلا أن جوهرها يتشكل بميلاد قصيدة جديدة وإن كانت قصيدة تتحدث عن وجع وجرح نعم هذا صحيح هذا صحيح أشكر لك هذا التلميح أستاذ مصطفى أشكرك اقرأ لنا أولى القصائد التي تود أن تلقيها علينا في هذه الأمسية الماتعة من بيت القصيد وبعدها نواصل نقاشنا في هذه الحلقة تفضل يا أستاذ محمد أريد أن أبدأ بالحديث بالشعر عن الشعر تفضل حولي هنا أحرف صرع وأوراق حولي من جديد حولي هنا أحرف صرع وأوراق وفي خطوط يدي تنداح أشواق حولي هنا أحرف صرع وأوراق وفي خطوط يدي تنداح أشواق أشعر يبهجني طورا ويذبحني وللقصيد بقاع الروح إحراق هذه الكراريس هذه الكراريس أضحت تتقي وجعي لها من الجرح عند النزف إشفاق في عزلة تأكل الساعات دقتها يا الله في عزلة تأكل الساعات دقتها وللسداء وضجيج الصمت تنساق لا شيء عندي للذكرى سوى ألم وليس للألم الممتد ترياق تعمد الوجع المقهور أغنية بمائه تعمد الوجع المقهور أغنية بمائه فله موج وإغراق لكن ما هو من دنياي في ضجر وقد تمل من الأعناق أطواق يا الله أنا أقامر بالأعوام أكتبها أنا أقامر بالأعوام أكتبها مهرا لحلم له في البال اشراق يا خدعة العمر رد العمر لي وكفى أما كفاك لكأس العمر إهراق نامت على كتفي كل الفصول نامت على كتفي كل الفصول وما بدى لصيفك في الآفاق آفاق وما بدى لصيفك في الآفاق آفاق عسى هذه الآفاق تبتسم لشاعرها من جديد وتأتي محملة بسلال الأمل حتى يهنأ قلبه وينسر فؤاده إن شاء الله أبو ربال إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة الإبداع الشعري في زمن الصدمة أو زمن الألم والمعاناة هل لا تزال القصيدة العربية قادرة على ترجمة مشاعر وأحاسيس وآلام أهلها بقوة أنا من المتفائلين بمستقبل الشعر والحمد لله أسر عندما أرى بعض الشعراء الشباب وهم يتمتعون بكامل لياقتهم اللغوية والثقافية يمتطون أراجيح الشعر بكل قوة ويأخذونها وكأنها شيء سهل وكأنها شيء سهل يعني يأخذون راحتهم بكل أريحية يأخذون كامل فرصتهم أنا أسر بهؤلاء وأنا متفائل جدا بمستقبل الشعر وإن كان هناك بعض الذين يتسلقون على الحروف ويخدعونها ولكنهم قليل وباعتقاد أنهم سوف ينتهون للا شيء أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض أحسنت أستاذ محمد عن الفعاليات الثقافية الحديثة الآن طالما أنك تحدثت عن وجود مبدعين ومثقفين وشعراء قادرين بقوة أن يواصلوا هذا الإبداع ويقدموا الفريد والجديد دعنا نتحدث قليلا الآن عن الفعاليات الثقافية وما تضيفه للمثقف والشاعر بشكل خاص ولعموم الجمهور المحب والمتشبث بلغته بشكل عام الفعاليات الثقافية تضيف الكثير إلى الإنسان تفضل أول ما تضيف إليه نعم هو التشجيع التشجيع يكتب الإنسان ولكنه لا يعلم ما قيمة هذه الكتابة لا يجد رجع الصدى لا يجد رجع الصدى لا يجد مناصرا وعندما تكون هناك فعالية ثقافية يعرض أفكاره على الناس يعرض أفكاره على الناس ويعرض لغته على الناس ويعرض شعره على الناس فيتبين هناك يتبين له إن كان يمشي في الطريق الصحيح أو أنه يمشي في طريق خاطئ وعند ذلك يمكنه التصحيح إذا أراد وبكل سهولة هذا ما تضيفه للشاعر أو المثقف ماذا عن الجمهور العادي الجمهور المثقفون هم قادة الجمهور يا صلى هم قادة الجمهور وإذا وجد الناس أن المثقف الفلاني أو الشاعر الفلاني يتصرف بهذه الطريقة أو يكتب بهذه الطريقة أو يتعلم ويعلم بهذه الطريقة فإنهم لا شك سوف يتبعونه على الأقل أو يقدرون ما يفعل لكن هذه المسألة بالغة الحساسية هذا صحيح هذا صحيح وتضع على أعناق المثقفين وعلى أكتافهم مسؤولية كبيرة هذا واضح وجدي هم قادة مجتمعيون باعتقادك المثقفون بشكل عام والشعراء أم أننا بهذا نحملهم ما لا يطيقون لا ليسوا قادة اجتماعيون ليسوا قادة وليسوا مصلحون إلا ما ندر طبعا ممكن أن يكون أحد مثلا المصلحين أو أحد قادة المجتمعيين ممكن أن يكون شاعرا أو متقفا أو كذا ولكن الأساس أنهما مفصولان لا علاقة لأحدهما بالآخر هكذا أعتقد اقرأ لنا من شعرك ما تحب الآن نريد نصا جديدا قبل أن نذهب إلى حديث أظنك متشوقا له كثيرا ألا وهو ما يزعجك في الوسط الأدبي قبل الإزعاج نذهب إلى الإبهاج والشعر تفضل هذه قصيدة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ريم على القاع بين النخل والباني ريم على القاع بين النخل والباني أحل سفك دمي من غير برهاني رنى فحدثني قلبي وقال أتى من في حناياي من جفنيه سهماني يا صلاة ريم على القاع بين النخل والباني أحل سفك دمي من غير برهاني رنى فحدثني قلبي وقال أتى من في حناياي من جفنيه سهماني أجرته من سباع البر بارزة أنيابها فانثنت عنه لتلقاني وما أجار فؤادي من لواحده يا الله بل أعمل الفتك فيه غير ندماني وما أجار فؤادي من لواحده بل أعمل الفتك فيه غير ندماني يا سلام دعذا دعذا وصل على من وجهه فلق صلى الله عليه وسلم ونوره أول والبدر ذا ثاني محمد والبرايا من خلائقه تعلمت كل خلق طيب داني مدحته أرتجي فوزا ومغفرة من الإله وتثبيتا لإيماني فكان لي الفخر في الدنيا بأن شرفت يا سلام قصائدي من معانيه وتبياني فكان لي الفخر في الدنيا بأن شرفت قصائدي من معانيه وتبياني فكان لي الفخر في الدنيا بأن شرفت قصائدي من معانيه وتبياني وقال للناس دع عنك المديح فما في مدحه بعد مدح الله من شاني فقلت أمدحه يسمو به شرفي وألحق الركب مع كعب وحسان أراود الشعر فيه وهو ممتنع فيزهر الشعر في روحي ووجداني وأي شعر بلا مدح الرسول به نقص وإن كان ذا بحر وأوزان يا سلام يا سلام أجملك أبو ربال لا فضفوك ولا عاش شانئوك اكتمل القصيد أم لا يزال في القوس متسع هذه القصيدة انتهت وشكرا لك لكن حديثنا لا ينتهي ومستمر يا أستاذ محمد إلى سؤال ربما لديك ما تقوله الكثير فيه هل وهو أكثر ما يؤرقك في المشهد الثقافي بعموميته فضل المشهد الثقافي هناك الكثير من المشاكل حول هذا الموضوع وأنا لا أريد أن أدخل في هذه المعمع ولكن عموما أنا كما كنت متفائلا بمستقبل الشعر فأنا متفائلا بمستقبل المشهد الثقافي والساحة الثقافية هناك صح هناك يوجد بعض الناس وبعض الأقلام التي ربما تعتمد على المهنية أكثر مما تعتمد على الموهبة تعتمد على ماذا سيأتيني من هذا الانتاج الثقافي أكثر مما ماذا يعني هذا الانتاج الثقافي وهل هو صاعد من الروح أم هو مجرد كلام للاستهلاك والبيع نعم كما نقول في اسمه ولكننا في كل الأحوال نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيد هؤلاء إلى رشدهم وأن يتمكنوا أو يقبلوا على خدمة المشهد الثقافي وعلى الثقافة وعلى خدمة اللغة العربية وعلى خدمة الشعر وأن لا يقضوا وقتهم في المهاترات وفي التنافس هذا لها من أمنية مميزة أمنية طيبة أمنية تعكس طيبتك وسمو أخلاقك أستاذ محمد أو كما تحب أن أناديك بأبي ربال رحم الله ربالا أو وساما وأسأل الله أن يرزق الفردوس الأعلى من الجنة فقد قدمته على طريق كسب الضوء من أجل أمة كاملة وليس من أجل سوريا وأهلها فحسب سنتحدث وسنسمع إلى الكثير من القصاد وأشهر لكن لا بد أن نخرج الآن إلى فاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ومن ثم نواصل ابقوا معا حياكم الله أعزائنا المشاهدين وأهلا وسهلا بكم ما زلنا في رحب هذه الحلقة من بيت القصيد ومعنا هنا في الاستوديو الأستاذ محمد أحمد الزين أبو ربال أهلا بك من جديد شكرا لك وأهلا بك أنا أعرف أنك من المهتمين بالنشر من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومن من استطاع أن يضيف للقصيدة من خلال ما ينشر على الأقل في الوسط الذي يتابعه الناس التي تثق به عن فكرة مواقع التواصل الاجتماعي وكيف خدمت الشعر العربي بشكل خاص وإن لم تقصد هذه المنصات أو ربما كانت تقصد في حوارزميتها نعم وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت كثيرا في الدفع في الثقافة والشعر نعم إلى الأمام هذا لا ينكر أبدا قبل ثلاثين سنة كنت أعرف أو كنت أعتقد أن سوريا فيها عشرين شعرا أو ما يزيد قليلا على هذا العدد أما الآن فهناك المئات الحمد لله نعم كلهم لهم فرصة بأن يعرضوا نتاجهم هذا جيد في اعتقادي نعم إنسى هؤلاء الذين يتسلقون على الحرف ويلعبون هنا وهناك ويسيئون إلى هذا وإلى هذاك ولكن في الحقيقة أنها كانت مساهمة جدا في تقدم الشعر وفي تقدم الأدب وفي تقدم المشهد الثقافي عموما والمبدعون الحقيقيون لا يمكن إغفالهم أو تجاوزهم فهم أرقام صعبة ويفرضون أنفسهم بما يقولون هذا صحيح وباحترافيتهم وباشتغالهم على أنفسهم هذا صحيح هذا صحيح وقد يكون عدد المعجبين فيهم قليلا ولكنهم معروفون لدى الخاصة يعني أنت فلان فلاني لما يكون صاحب اسم كبير في عالم الأدب ويجد منشورا لأحد المغمورين لنقل فإنه يعجب به ويترك له تعليقا يشجعه وهذا جيد جدا نريد قصيدة جديدة الآن تقرأها علينا لنواصل بسط أفكار الجمال وعذب البيان مما تحب أن تقرأ علينا تفضل اقرأ ما تحب إن شاء الله أنا ما زلت مضمن فيك أنا ما زلت مضمن فيك والذكرى تعنيني وما زالت حكاية الفقد تنزف من شراييني يا سلام وما جف الدماء بعد في حد السكاكيني ورغم تقادم الأيام لم تهدأ براكيني أنا ما زلت مضمن فيك في كل الأحاين أنا ما زلت مضمن فيك والأشواق تكويني وطيف هواك ينشرني على يأسي ويطويني وريح الهجر تأخذني وللأحزان ترميني بدونك لا أطيق العيش كيف تعيش من دوني بدونك بدونك لا أطيق العيش كيف تعيش كيف تعيش من دوني أتسأل من الذي يشفيك ليس سواك يشفيني يا سلام أنا أنا صليت كي أنسى وخفت الله ينسيني نظرت الصوم والصدقات ما كانت لتبريني ولي في كل حال منك ما أشقى ويشقيني أغاني الحزن والخيبات ما زالت تغنيني أنا ما زلت مضنم فيك لا سلوى تسليني كأني قلت للبلوى على قدر الهوى كوني هوايا أنا كم الشلال يجري بي ويجريني إذا ما اليأس أبعدني أرى شوقي يناديني أنا كالقمح لم يرأف به غدر الطواحين يا سلام أنا ما زلت ميتا فيك ليس سواك يحيني أنا ما زلت ميتا فيك ليس سواك يحيني يا سلام ذكرتني بأبيات لفاروق جويدا على اختلاف القافية يقول فيها مات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني إذا ما تفت في درب أو إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني ما أجمل ما أجدت به علينا وإن كانت تفعيلتك هذه قريبة من العمود متشاكسة مع الجميل من الأساليب الكلاسيكية البسيطة التي تنفذ إلى الوجدان مباشرة دون الحاجة إلى تقديم جواز سفر قصائد عذبة ومفردات سلسة ومعاني واضحة هل الشاعر مطلوب منه أن يقعر المعنى أو أن يبسط المعنى أو أن يكون في منطقة وسط لا ينحدر ولا يبالغ بالعلو الأهم من هذا وذاك هو أن يكون الشاعر غير مباشر أن يتكلم بغير أن يصرح أن يكون مخبئا بين الحروف لكن علي على هذه الغير مباشرة أن لا تقوده أو أن لا تقوده إلى التلسمة طبيعي هذا طبيعي له حدود يعني والجمال هو الذي يحدد هذا الشيء إذا عجبت بشيء الجمال عندما تدرك الجمال فهذا كافي بالنسبة للقصيدة من الذي عليه أن يدرك الجمال المتلقي العادي أم أن الشاعر هو ناقد نفسه في البداية وعليه أن يقدم وجبة جمالية سهلة الهضم أيضا للمتلقي الشاعر أولا وأخيرا هو عابد في محراب الجمال يجب أن لا يتخلى عن هذه الوظيفة أبدا وإذا كان كذلك فالناس سوف تحس بالجمال الخارج من بين حروفه طب باعتقادك ما المطلوب اليوم حتى تظل القريحة الشعرية حية لدى الشعراء بشكل عام؟ ما الذي يحتاج إليه الشاعر حتى يواصل؟ في اعتقادي الموهبة أساسية ولكن ليست كل شيء الموهبة أساسية ولكنها ليست كل شيء هناك المثابرة هناك العمل والاجتهاد وإذا كنت موهوبا ولم تعرف هذه الأشياء فلن تستطيع أن تكون مبدعا حقيقيا أحسنت العمل هو الذي يجعلك تتقدم وإذا وقفت فإنك تتراجع لا يمكن أن تتخلى عن هذه الأمور هذه القاعدة يجب دائما أن تتقدم إلى الأمام وإذا كنت تتقدم إلى الأمام فأنت في الطريق الصحيح أما إذا وقفت فإنك سوف تتراجع إلى الخلف وهذا بديهي من أعتقد أحسنت أحسنت جدا أستاذ محمد عن التراث الشعري وواجب الشاعر أن يطلع على هذا التراث وهذا الموروث وهذه البدائع اللغوية والفرائد التي وصلتنا من أجيال مضت وشعراء كبار قدموا وبرعوا في العربية وقدموا أنفسهم شعراء كبار هل فرض أعين باعتقادك على الشاعر في زماننا أن يطلع إلى هذه النتاجات من أزمنة وعصور سابقة أم أن هذا ليس فرضا على الشاعر وليس إلزاميا أعتقد جازما بأن التراث هو أصل الشاعر لا يمكن أن تنتقل من الماضي دون أن تأخذ منه أشياء تساعدك في المستقبل ولا يمكن أن تذهب وتمضي إلى المستقبل دون أن تتشبث بماضيك نحتاجها كأساس ثم بعد أن نتمكن من هذه القواعد ومن هذه الأشياء بإمكاننا أن نتقدم إلى الأمام هذا الأمام الذي تتحدث عنه ربما يكمن في البصمة الذاتية عن البصمة الذاتية وكيف يمكن أن تتشكل باعتقادك ورأيك الخاص البصمة الذاتية للشاعر هنا حينما أقرأ دون أن أرى الاسم أقول هنا كتب أبو ربال هنا كتب فلان هذا النص لفلان هذا الشيء لا يمكن أن يفعله الإنسان بشكل واعي هذا يتشكل بدون واعي عندما تجد إنسانا له بصمة خاصة هو لم يصنعها بنفسه وقال لا يجب أن أضع هذه الكلمة هنا حتى أعرف بها لا هذا لا يكون وإنما هو من خلال مسيرته الثقافية من خلال مخزونه المعرفي ومن خلال مخزونه الفلسفي يستمد يعني هي نتاج جهد تراكمي نتاج جهد تراكمي كما تقول هكذا يمكن أن نقول عن هذه الأمر إلى قصيدة جديدة تفضل أبو ربال هذه القصيدة ذات منحى فلسفي دعنا نرى أنا لا زلت لا أدري وقد شابت على الأيام أسئلتي أنا لا زلت لا أدري وقد هلكت على الأجفان منذ الماء أخيلتي أنا لا زلت لا أدري وقد شابت على الأيام أسئلتي أنا لا زلت لا أدري وقد هلكت على الأجفان منذ الماء أخيلتي إلى أملي إلى أملي كتبت رسائل الغفران لكن دون عنونتي تعود إلى أملي كتبت رسائل الغفران لكن دون عنونتي تعود عودي السهران يأسى اللحن واللغة وقد فنيت بلا سبب على صحرائها جهتي وبين النهر والأمطار أشقى القحط سنبلتي يا الله وبين الكأس والندمان لم يضمأ سوى شفتي لزمت الغار لزمت الغار فاستوحشت من شكي ومن ثقتي ولما قيل لي اقرأ قرأت وتلك مشكلتي أنا طور بلا موسى بلا قبس بلا صلة وآدم لم يقل شيئا وكم ناديته أبتي يا صلاة أنا طور بلا موسى بلا قبس بلا صلة وآدم لم يقل شيئا وكم ناديته أبتي أنا لا زلت لا أدري وجهلي كل معارفتي يا الله يا الله متواصلون أكيد يا أبو ربال ولكن لا بد أن نستريح قليلا الآن أنا وأنت والسادة المشاهدين إذن مشاهدين الكرام سنخرج الآن إلى فاصل قصير بعده نواصل ما تبقى من هذه الحلقة فابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى الجزء الأخير في حلقة هذا اليوم من برنامجكم بيت القصيد ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا هنا في الأستوديو الشاعر السوري محمد أحمد الزين وكما يحب أن ينادى بأبي ربال شكرا حدثنا عن فكرة القصيدة حينما تأتي طوعا تفرض نفسها عليك ربما فرضت نفسها عليك في الطريق ربما وأنت في العمل ربما وأنت نائم أحيانا هل يحصل مثل هذه الهواجس هل ترتكب فعلا أحيانا أم أن الشعراء يبالغون كما يقول الكثير من العامة الشعر هو نافذة للروح والروح تهيم في الملكوت الله سبحانه وتعالى ومن الممكن في أي لحظة أن يحط عليها طائر الشعر يا أسلا وذلك ممكن أن يكون في أي وقت وأي مكان وأي زمان ممكن وأنت في الطريق وأنت نائم وأنت تكتب وأنت تسوق السيارة ممكن أن يحصل هذا في كل الأوقات نعم والقصيدة التي تأتي بهذا الشكل غالبا تكون متقنة يعني جاهزة هي تأتي جاهزة ولا تحتاج إلى الكثير من الإعادة والتدقيق وهكذا غالبا تأتي هكذا والله أعلم أعطينا واحدا من هذه القصائد التي فرضت نفسها عليك طوعا فكتبتها مؤمنا بفكرتها وراغبا بقراءتها وكلنا شوق لسماعها تفضل تدنو على وجل وترسل لفتتين وتدوخ الوعد الجريء ببسمتين ولقاؤنا حلوا وتعقبه المرارة مرتين فلأننا ننأى فتلك مرارة ولأننا نخفي نزيد مرارتين تمشي إلي وفي خطاها كوكبا تبدي وتخفي كوكبين وتميس لاك الخيزران وإنما لحن شداء شودتين وضفيرتان على يديك السيل أشعلواديين والثغر دالية وقد هطلت علي بسكرتين ولأنها وحي اللماء تسقي من الكرز اللجين ولأنها شهد حلا قد ذقت منها لسعتين وحسبت في الخدين نارا قلت أقبس جمرتين لكنها ضحكت وقالت قد وهبتك جنتين يا السلام لكنها ضحكت وقالت قد وهبتك جنتين وأنعم بالوطن من جنة من أجلها تتحرق القلوب وربما تسيل الدماء عطراً يتصالح وتراب الأرض التي لا يساوم عليها أهلها أبو ربال الشعر في تأزيز وتكريس فكرة حب الوطن كلمنا عن هذا قليلاً الحديث ذو الشجون لا بأس نحن أفض عن هذه الشجون وعبر عنها بما تفعل نعم الوطن هو أحرف الشعر هو قافية الشعر بالنسبة للشعر وليس هناك شيء يعوض عنه إذا كنت شاعراً عرفت معنى الوطن لا يمكن أن تقول شعراً بدون أن يكون الوطن هو المحرك وهو الأساس لهذه الأشعار أفداً عن دور الوطن في قصائد محمد أحمد الزين هل الوطن عاق لديك أم أنك من يعق الوطن أم أنكما متصالحان أم أنكما على خصومة عن طبيعة العلاقة التي تجمعك وهذا الوطن وإن كان غريباً وكنت عنه نائياً أو مجبراً على النائي والله الوطن لا يمكن أن يكون عاقاً نحن عققنا الوطن وقصرنا في حقه منذ البداية وقصرنا في حقه منذ البداية لذلك دفعنا الثمن غالياً كما ولكنها في الحقيقة هي حركة تاريخ فالوطن يمر بمراحل هذه المراحل ممكن أن تشهد انخفاض وارتفاع ولكنها في الاتجاه الصحيح إن شاء الله لكن هناك من يقول غدر البلاد غدر البلاد جريمة نكراء والأنكى بلاد لا ترق وتخذل حينما تعق البلاد أهلها يكون جرمها مضاعفاً أليس كذلك يكون جرمها قاسياً هي وجهة نظر أنا لا يمكن أن أتجرأ على ذلك أبداً لا يمكن أن أقول أن الوطن عقلي أبداً إذن أنت متصالح مع فكرة الوطن حتى وإن كان قاسياً أحياناً ربما هي روح الشاعر تفرضك ربما عليك أن تقول ما تفضلت به الآن دعنا نتحدث عن دور الشاعر في الحفاظ على اللغة العربية هل للشاعر دور في هذه المعركة الكبيرة للحفاظ على الهوية والتراث اللغوي الموروث نعم اللغة العربية نعم هي معجزة اللغة العربية هي معجزة معجزة اللغات ومعجزة العصر انتظر حتى تعرف كيف ذلك هناك الكثير من اللغات ولكن أريني لغة واحدة صمدت لألاف السنين وحافظت على تعبيراتها وأحرفها وجلالها وبهائها كما حافظت اللغة العربية وهذا وإن كان بفضل أبنائها ولكنه أولا وأخيرا بفضل القرآن الكريم الذي كان السبب الرئيسي في حفظ هذه اللغة وهذا شيء لا يمكن أن ننكره أبدا إن أنزلناه قرآنا عربيا نعم أحسنت أحسنت في هذا الاستحضار أستاذ محمد عن المبادئ والقيم التي ينبغي للشاعر أن يحافظ عليها ويقدمها دائما في قصائده من باب تذكير الناس بها أبرز هذه المبادئ والقيم التي ترى أن وجودها في القصائد ضروري وفرض عين على الشاعر المبادئ والقيم هي أساس كل مجتمعات أساس المجتمعات وأساس الثقافة وأساس كل شيء المبادئ والقيم تكون معنا دائما لا يمكن أن نتخلي عنها فما دمت تتنفس فأنت تحمل المبادئ ما دمت تمشي وتروح وتجيء فأنت تحمل المبادئ هذه المبادئ والقيم بالنسبة لنا كمسلمين هي مستمدة من الإسلام من تعاليم الإسلام من القرآن الكريم ومن سنة الرسول عليه السلام وهناك خط مستقيم هذا هو الخط الاستندر مثل ما بيقوله هناك ناس على يمينه وهناك ناس على شماله ولكن الخط الأساسي هو خط الأخلاق والقيم الإسلامي بعض الناس يقتربون وبعض الناس يبتعدون ولكنهم دائما يكونون قريبين من هذا وماشين على هدى يمشون على هدى إذن أرادوا الاحتماء والسلامة والنجاة فعليهم أن يتشبثوا بهذا الوتد ويودوا إلى هذا الوقت بهذا الطريق أحسنت أحسنت أبو ربال لكن لابد أن هناك قيما ما خصالا ما تفرض نفسها عليك فتأتي بقصائدك عذبة هينة لينة تفرض نفسها من هذه القيم والخصال ويجب أن تذكره مثلا الآن الخصال التي تفرض ذاتها عليك وهذه القيم تفضل أنا في القصائد ضد الفحش يا سلام لا أحب الفحش وهو يضر بالقصيدة يضر بالقصيدة ويضر بصاحب القصيدة وما تراه من في بعض الأحيان يتناولون شاعرا ما بالذم والقدح ليس بسبب شعره وليس بسبب ضعف لغته وإنما بسبب فحشه في بعض الأحيان يتناولون هذا بسبب فحشه بسبب تجاوزاته على العقيدة على الدين على الذات الإلهية هكذا الأمر على أيضا القيم المجتمعية أما الشاعر كشاعر لا يمكن أن تنتقده على شعره مثل هؤلاء تخدعهم الأضواء لكنها تكون أضواء كاذبة سرعان ما تتلاشى سرعان ما تنتحي وكثير منهم أو جميعهم يكون لهم ارتباط بجهات خارجي وربما كان لديهم طمع أو كان لديهم رغبة بخلق حالة من الجدل هذه الحالة التي لن تعيش ولن يكون لها أي صدى لكن الذي يبقى ويخلد ويعمر هو النص الجميل المنطلق من أسس سليمة لا تختلف لا مع الدين ولا مع العادات السمحة التي يتقيد بها ليس من باب القيد أو الإجبار وإنما من باب الانضباط في مجتمع نؤمن أن له حق علينا كما لنا حق عليه إذا كانت الأخلاق قيدا فيا مرحبا بهذا القيد يا سلام أعطنا قصيدة جديدة يا أستاذ محمد تفضل اقرأ علينا ما تحب وتشتهي سيرحلون يا الله سيرحلون فلا توقذ لهم سروجا وحصن القلب لا تترك له فرجا سيرحلون سيرحلون وتفنى بعدهم شجنا فلا تخالط بهم قلبا ولا مهاجا سيرحلون فلا توقد لهم سروجا وحصن القلب لا تترك له فرجا سيرحلون وتفنى بعدهم شجنا فلا تخالط بهم قلبا ولا مهاجا سيحطل الثلج فوق الدرب بعدهم ويسكل الدرج العالي بمن درجا وينبت العشب فوق الباب متكئا على الغياب فما ألقوا إليه رجا سيحطل السلج فوق الدرب بعدهم ويسكل الدرج العالي بمن درجا وينبت العشب فوق الباب متكئا على الغياب فما ألقوا إليه رجع راحوا وردوا على النايات حرقتها وأنشدوا الدرب لما أنشدوا هزجا ناموا على سرر الأضلاع فانهتكت أسرار شوقي بهم أسرار شوقي وضاعت فيهم أرجع وصاح من بعد أن قالوا المسير غدا قلبي أيا صبح لا تعجلنا بلجا تقاصر اليوم لما حان موعدهم وطال حتى غدا في بعدهم حججا الصاعدون إلى الشريان في وجعه والأخذون إلى الأجفان منعرجا خذوا من العين ماء العين وابتدروا بالضوء روحي ولا تبغوا بها عواجا يا سلام يا سلام سلام ذكرتني بقصيدة قديمة لي أقول في مطلعها تمشي إلى الطور أم يمشي إليك دجا هناك موساك لا قد ضوء فابتهجا كانت طريقك عذراء الخطى فطنت لبحة الناي لما قطرت مهجا إغماضة العين إغماضة القلب عين أرسلت وفهم يتمتم اسمك حتى يلمح الفرجا ماشاء الله حيك الله أستاذ محمد نحن سعداء بك ويوشك الوقت أن ينقضي لكن مع ذلك لا نزال مستمرين ومواصلين أريد منك أن تحدثني قبل أن نذهب إلى قصيدة أخيرة أستاذ أبو ربال عن القصيدة حدثني عن القصيدة التي تستحق الخلود وعن الشاعر كذلك الذي يستحق أن يحفر اسمه أو اسمه عميقا في سجل الخالدين تفضل الأمر سهل أعتقد هناك كثير من الخالدين في تاريخنا العربي هناك أبو العلاء هناك المتنبي هناك قيس بن نلوح وهناك الصوفيون الكبار مثل ابن الفارض وابن عربي وهؤلاء كلهم خلدوا بشعارهم وإن كنا نختلف معهم في بعض الأحيان ولكنهم كانوا خالدين بالفعل هل الشاعر يكفي من أجل الخلود؟ أم عليها أن يكون مؤتزرا المواقف؟ الشاعر مختلف عن المواقف في بعض الأحيان يأتزر بها وينساها ألا يجب أن يكون الشاعر صاحب موقف صاحب كلمة حرة؟ حصل هذا في التاريخ العربي وحصل من دفع الكثير مقابل موقفه وهناك بالعكس هناك من تخلى عن هذه المواقف وباع نفسه بأرخص الأثمان هذا موجود لكن الحر لا يبيع نفسه هذا متضل قصيدته حرة بالنسبة للشعر لا يمكن أن نخلط الأخلاق بالشعر يعني في ناحية الشعر إذا كان جيدا لا يتطلب من صاحبه أن يكون ذا خلق لكنك قبل قليل قلت أن الشعر بالنسبة لك أخلاق أنا أؤمن بذلك ولكن بعض الشعر مثل أمرئ القيسي مثلا كان فاحشا ومع ذلك لازل قصائد عرف بشعره لكن لم يعرف كرجل موقف وإن كان خرج طالبا للثأر لكنه أيضا لم يعزز قيما مجتمعية عالية هذا صحيح لكن هناك من عرف بشعره وعرف بمواقفه وتاريخ الإسلامي والعربي يقدم لنا الكثير من النماذج موجود هناك الكثير ولكن أرى أن نفصل الشعر كقيمة فنية كقيمة فنية عن مواقف الشعر وهذا هذه لك لا بأس لها أعطنا القصيدة الأخيرة للأسف الوقت يداهمنا ووصلنا إلى آخر القراءات في هذه الحلقة أتفضل أبو ربال كلنا شوق إلى هذه القصيدة تفضل لا بأس اقرأ ما بين يديك هل تاهت القصيدة أم تهتأنت عنها اقرأ ما بين يديك لا بأس لم أعد أكتب شعر لم أعد أكتب شعر سقط الحرف إلى هاوية الصمت وفر ونضى القلب رداء الحبر كرها وتعرأ وانتهى الإحساس في قارعة البرد ومات الصوت دعر يا نديمي قم بنا عن صهوة الأمس فهذا اليوم أغرأ لم أعد أكتب شعر سقط الحرف إلى هاوية الصمت وفر ونضى القلب رداء الحبر كرها وتعر وانتهى الإحساس في قارعة البرد ومات الصوت ذعر يا نديمي قم بنا عن صهوة الأمس فهذا اليوم أغرأ واتل سفر الماء واتل سفر الماء واشهد أنني ما عدت بحراء مولع بالحرف مولع بالحرف نم فوق أغانيك ولا تستع لكبرا وأعرني هذه الأوراق فالنيران بالممسوس أحرى هذه العتمة لا تؤمن بالفجر أغرأ لم أهد أكتب شعرا لم أهد أكتب شعرا كلما أذنت بالهجر أتاني الشعر غدرا وسقاني ضمأ المعنى وزاد المر مر مل ظهر الحرف من حملي وما استبدلت بالأشعار مهرا لم أهد أكتب شعرا هذه القافية السمراء أزلت من علامتني سرا ثم قالت لي وداعا ها أنا أخرج من عطفيك قهرا لم أهد أكتب شعرا لم أهد أكتب شعرا بسم الله أن يديم هذا الجمال عليك وأن يعطيك من العمر المديد حتى تفيض علينا بمثل هذه القصائد الجميلة أستاذ محمد أحمد زين أبو ربال إن قضى الوقت سعدت برفقتك في هذه الحلقة بارك الله وخيك وشكرك من كل قلبي على هذا اللقاء الجميل وأريد أن أقدم لك ديواني نبوءة الألم أشكرك أشكرك على هذه العدية وأنت تستحق الكثير شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ محمد وشكرا على هذه المفاجأة الجميلة أيضا يعني فعلا خير ختام تسلم صديقي العزيز شهدين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم بحول الله تعالى رفقة شاعر آخر وحتى ذلك الحين لكم مني أطلب التمنيات دائما كونوا في أمان الله اشتركوا في القناة